هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد فريق الأول لكرة اليد في نادي الأهلي بقيادة مستر ديفيد ديفيدز قفل خلاص صفحة مطش الزمالك مفكركم مطش الزمالك انتهى بالتعادل في الفترة الأولى أو يعني بعد الفترتين 29-24-24 وروحنا لضربات الجزاء الترجحية أو راميات الترجحية مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني الأسباني للفريق وروحنا على ضربات الجزاء الترجحية المهم يعني النادي الأهلي انتهى بإخسارة النادي الأهلي 29-28 ولكن الغريب في هذه المباراة أن الاتحاد المصري ولجنة المسابقات وضعت يعني بعض اللوايح الجديدة أن اللي يخسر براميات الحرة أو راميات الجزاء ياخد نقطة which is logic يعني أنا النهاردة بخسر بدربات الجزاء مخسرتش في هند بول في الملعب أنا خسرت ضربات جزاء فالنهاردة أنا حرام أطلع بخالي الوفادي فالمهم احنا خدنا أو وصلنا لضربات الجزاء خدنا نقطة من هذه المباراة طيب موقفنا أي دلوقتي موقفنا أن احنا مازلنا بطل أو المتصدر على الجدول وبرصيد 17 نقطة 20 نقطة الوصيف نادي الزمالك برصيد 17 نقطة طيب عندنا من المباراة الجاية؟ المباراة الجاية البنك الأهلي هتتلعب في اسكندرية على صالة سموحة صالة القوات المسلحة بسموحة في اسكندرية هم طبعا بيلعبوا المباراة دي دلوقتي في مباراة يعني تبقى ملعب يعني مختلفة طيب من اللي بيمرن البنك الأهلي؟ عمر الجيوش نجمه منتخب مصر السابق وابن اسكندرية ومباراة صعبة مباراة مهمة يوم الثلاث ويعني مهم جدا أن احنا برضو نمشي على الصدارة لأنه هو المباراة المباراة دي بتبقى مباراة يعني بتبقى مباراة معنوية شوية خاصة أن الحقيقة معترض شوية على نظام الموسم أنه كل ده ملوش يعني أي تأثير هيبقى في الآخر الأول والتاني اللعبوا بست وفتري موسيقى